اهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج اصنا نجاحك بنفسك واليوم بدأ نتكلم اخواني الله فاضل في الحلقة السادس عشر عن موضوع مهم جدا ويؤرق الجميع وكثير توجه لي باسئلة في هذا الموضوع انه كيف انا اصير غني كيف انا اصير ثريك كيف انا اصير صاحب مال صاحب مشروع كيف انا اسس بيزنس اخواني الله فاضل كيف انا بدي انهض بنفسي وصيب صاحب مال صاحب يعني حرية مالية احظى بالحرية المالية الرائعة عشان انجيب على هذا السؤال اخواني الله فاضل انا اليوم جايب لك معادلة اسمها معادلة الثراء والكل انه يحاول اخواني الله فاضل يسعى الى هذه المعادلة وتطبيقها في حياته لو احب هو يعني يصير ثري او غني وهذا الطريق انا بسعى معاكم اليه اخواني الله فاضل انا يعني في طريق الى هذا البشور اخواني الله فاضل وانا ان شاء الله الحرية المالية عشان انا اليوم جايب لكم معاي معادلة وانا بشتغل عليها حاليا بتمنى عينكم يعني تستفيدوا من هذه المعادلة وخليني قبل ما اتطرق لهذه المعادلة بذكرك انه ضروري انه انت تشترك في قناة اخي الفاضل وانه انت تعمل اعجاب لهذا الفيديو وللأسف انه كثير يا جماعة بشاهدوا هذا المحتوى يعني من 70% تقريبا مشهدي هذا المحتوى يعني ما بيعملوا الشراك في هذه القناة عشانك انا بطالبكم الان تعملوا الاشتراك وتكملوا معي هذه الحلقة والفكرة البسيطة اخوان الفاضل لمعادلة الثرع انه انت اليوم لازم تبحث عن مشكلة حقيقية لازم تبحث عن فكرة جديدة يعني خلينا اقول بنسبة كيف يا جماعة من 5 الى 10% ما تقول لي انا بنتبحث عن فكرة جديدة بال90% يمكن هذا صعب جدا اخوان الفاضل في هذا الزمن حاول انه انت تبحث عن فكرة فقط يعني من 5 الى 10% تكون يعني جديدة بشكل نسبة اخي الفاضل يعني تبتكر منتج او انه انه انت تقدم خدمة طب خلينا اقول لك كيف انا هتقدم الخدمة او المنتج انه يكون مثلا بتميز انه اسرع افضل اجود ارخص من غير اخوان الفاضل يعني ما بينفع انه انت تيجي لفكرة مشروع وبتقول لي انا والله بدي مثلا اقدم منتج وغيرك بقدمه او عشرات او المئات غيرك بقدم اخوان الفاضل ما بينفع انت هيك زيادة على هؤلاء يعني لو كانهم عددهم 30 في هذا البلد انت حصير 31 اذا لازم انت اليوم تقدم فكرة بشكل نسبة ان تكون جديدة نوعا ما يعني 5% على الاقل نسبة صغيرة انه تكون هي جديدة شوية اخي الفاضل او في شيء محسن على هذه الخدمة او على هذا المنتج وهذه هي الفكرة الرئيسية من معادلة الثراء اخواني الافاضل وخلينا احكي لك اخواني الافاضل يعني ما دل على ذلك انه اكثير من اصحاب القمح اصحاب النجاح واصحاب المليونيرات يا جماعة كانت ظروفهم اسوأ مني ومنك وكانت يعني للاسف كانوا يعانوا من ظروف صعبة جدا سواء في بلدهم او في البلد اللي لتحلوا اليها خلينا احكي لك هذول بدأوا دائما من الصفر اخواني الافاضل لكن هم شو اللي صار على اليوم انهم وجدوا فكرة بنسبة 5 الى 10 بالمية واستثمروا هذه الافكار ونجحوا بها وصعدوا بها وصعدت بهم الى الثراء اذا خلينا اتوجه لك بسؤال اخي الفاضل ما هي اجابتك على هذا السؤال التالي ما هي الفكرة اللي انت سوف تحظى بها وتصعد بك الى القمة او الى النجاح او الى الثراء فكر اخي الفاضل بما لديك من امكانيات وطاقات وابداعات ومهارات وحاول انه انت ترجم هذه اخي الفاضل للمهارات بوجودة عندك الى افكار انه انت تقدم فيها قيمة ومنفع استثنائية لمين لزبائنك اخي الفاضل يعني طور هذه المهارات هذه الابداءات هذه الابتكرات هذه الافكار اللي هي خلينا نقول 15 الى 10 بالمية تكون نوعا ما جديدة وترجمها الى تقديم قيمة ومنفع استثنائية للزبائن انت هيك يعني بتطبق معادلة الثراء يعني حاجة بسيطة سهلة ولكن بتطلب منك العمل الشاق والجهد المستمر اخي الفاضل بحكيلك اخي الفاضل انه الكثير يتوجه لي بيقولك انه ما معي فلوس ما معي امكانية مالية ما في شريك ما في امكانية مادية ابدأ فيها مشروع بحكيلك اخي الفاضل يعني ابدأ من حيث وانت ابدأ يعني ستيب باي ستيب ابدأ من الصفر يعني ما تصعد السلة مرة واحدة اخي الفاضل ما بينفع انتها بنحت genuinely احتيقها مرة واحدة اذا لازم انت تصعد السلة بخطوة خطوة يخيليهم تعلم مهارة تعلم دورة تدريبية مثلا تعلم حاجة يعني شيء يصعد بك يعني في بداية السلم وبعد هيك أنت بتتوسع بتطبق الأفكار اللي بدها فلوس إذن ابدأ من الصفر أخي الفاضل وابدأ يعني استثمر واتدخر ما يأتي لك أخي الفاضل وبعد هيك حبة حبة أنت بتصعد السلم بتطبق الأفكار اللي أنت بتفكر فيها واللي بتحتاج فلوس أخي الفاضل إذن دائماً أنا بقول لك ابدأ صغير ثم اكبر في الطريق أخي الفاضل وإذا أنت حبيت أخي الفاضل مزيد من التفاصيل والتولز والأدوات والمنهجات اللي ممكن تقودك لهذا الطريق في أنا عندي محاضرة تفاعلية أخي الفاضل أنا ممكن يعني أرفق لك رابط أو اللينك الخاص بهذه المحاضرات كيف أبدأ الطريق موجودة على قناة أخي الفاضل ممكن تشاهد هذه فيها تفصيل أكتر كيف أنه أنت تبدأ المهارات اللي بتركز عليها العالم والمطلوبة لدى العالم ولدى الشركات ولدى الستارت أب هذه مهارات أنا ذكرت في هذه المحاضرة بإمكانك ترجع عليها وتستعين فيها أخي الفاضل تستعمل الأفكار الموجودة فيها وحتعينك إن شاء الله على بداية هذا الطريق وخلينا عزيزي مشاهد أختم معاكم نصيحة مهمة جدا ما تكون شخص متصلب ما تتخذ مواقف جامدة متصلبة تجاه يعني أراء تجاه أناس تجاه طرق تجاه تصورات جديدة تجاه التغيير تجاه التحديد هذه أخي الفاضل لازم أنت تكون متلائم ومتواكب مع أي تغيير بيحدث لأنه اليوم إن تلاحظ أخي الفاضل بتجيك شركة عمره لا تجاوز سنة واحدة ممكن تعمل لك تقنية يعني تخلي مصنع بمئات وملايين دولارات انتهى دوره أخي الفاضل من هذه الحياة عشان هيك بقولك لازم تلائم دائما التقنيات والتغيير والتكنولوجيا اللي بتصير دائما تكون يعني منفتح يعني غير متصلب تجاه الأراء والمواقف والأصدقاء وهذا هو سر النجاح أخي الفاضل الاستمرارية والمرونة عشان هيك أنا يعني بتمنى أنكم تكونوا إن شاء الله يعني من الناس الأغنياء واللي بيكتفوا ذاتين بإذن الله تعالى لأنه هذا هو الطريق يعني اللي يقودك إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة بتمنى تكون حلقة لهم عجبتكم بإذن الله تعالى طبعا ما تنسوا العجاب والشرب في قناته وإن شاء الله بتمنى لكم يعني رمضان كريم بإذن الله تعالى وألقاكم في حلقة الغد ما تنسوا متابعتها والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة